السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب يا حبايب قلبي طلاب الصف الخامس الابتدائي أصحاب منهج كونكت فعاي welcome back وحشتوني النهاردة بنراجع بقى سريعا على master your term يعني 7 and 8 بنراجع الكلمات المهمة وبنحل عليه وكمان بنحل متحاين كده test وان شاء الله هنعمل مراجعة تانية بأمر الله غير دي عشان برضو نلم جميع الأسئلة في بتاعة المنهج نقول باسم الله ونبدأ على طول درس المراجعة بتاعتنا أول كلمة معنا بنراجع عليها armchair اللي هو الكرسي بدرعين armchair balcony بالكونة balcony caution يعني وسادة المخدس صغيرة caution caution closet closet دولاب الملابس closet elevator elevator اللي هو الأسنصير أو المسعد oven foreign oven shower دوش اسمه shower television تلفزيون furniture أساس المنزل furniture furniture apartment شقة mud breaks الطوب اللبن mud breaks read mats الحصير read mats blogging التدوين على النت blogging farmhouse البيت الريفي farmhouse landscape المنزر الطبيعي landscape ecological يعني بيئي ecological ancient Egyptians المصريين القدماء ancient Egyptians local محلي local الناس سكان القرية villager villager يعني قروي ساكن القرية اسمه villager villager ديب عميق ديب howler monkeys قروض العواء howler monkeys bass يعني ممر أو طريق تعالوا كده نحل على الكلمات دي number one بتقول houses were made from المنازل مصنوعة من made from straw read mats farmhouses mudbracks in ancient Egypt في مصر القديمة يا ترى الhouses المنازل مصنوعة من ايه اكيد من mudbracks 2 باللبن تعالوا نشوف number two the blankets البلانكتس معناها البطاطين جامعة بطانية blanket blankets are in the تكون في elevator في المصعد closet في الدولاب armature في الكرسي oven يعني في الفرن طبعا الإجابة in the closet في الدولاب number three there are two bedrooms in our new there are يعني يوجد قلنا الفعل ده بيلخص لنا حاجات كتير وبيساعدنا قوي لما نيجي نكون مش عارفين نكتب paragraph نقول دايما there are يوجد واي حاجة احنا عايزين نقول ان هي توجد there are two bedrooms يوجد حجرتين in our new school apartment village kitchen طبعا apartment يعني شقة القطين في الشقة take the cake out take out معناها اخرج او خرق take out the cake خرق الكيكة off the closet من الدولاب shower من الدوش television من التلفزيون oven من الفورن طبعا oven number five it's a wonderful view منظر طبيعي view from the elevator من المصعد balcony armature oven طبعا from the balcony يوجد المنظر الطبيعي في البلكونة تعالوا بقى نرجع سريعا على الماضي او grammar بتاع يونة seven كان بيتكلم عن الماضي البسيط ان الفعل فيه اما اخره دي او شاز وتحفظيه وجميع الافعال المهمة الشازة هتلاقيها على جروب telegram اسفل الفيديو في صندوق الوصف وكمان الحل بتاع الاسئلة دي برضو هتلاقي على جروب telegram طبعا من غير اي فلوس الماضي ليه شكلين او الفعل في الماضي ليه شكلين اما اخره دي او شاز وتحفظي ولما بنفي بنفي ب didn't ووراها دايما الفعل سادة يعني اقول الفعل في المصدر ماقولش الماضي بتاعه طالما جبت didn't ارجع على طول الفعل لاصله ايه الكلمات الدلة بتاعته yesterday last ago once once in the best yesterday last ago once in the best دول الكلمات الدلة بتاعت الماضي اللي لما شوفها اختار الماضي number one i launch with my family yesterday امس having has have had طبعا طالما ماضي يبقى had تناول وإحنا قلنا قبل كده اني have ليها 3 معين have بمعنى يملك او عنده have بمعنى يتناول لو جي وراها وقبة have بمعنى عنده مرض معين او يقضي وقت معين number two he is very not because he missed the bus he missed the bus يعني نسي او فات الباس الاتوبيس يبقى يطرى he is lucky ولا unlucky ولا lucky ولا luck ولا luckily قلنا الصفة اللي بنحط لها un بتديني عكس الصفة يعني lucky محظوظ هل هو محظوظ ولا unlucky غير محظوظ عشان نسي الباس او ملحقش الباس number three he is grand ma جدته he is بتخلي الحاجة بتاعته he is grand ma two as one last year السنة اللي فاتت ضروري نقرأ الجملة كاملة عشان نعرف الجملة في زمن ايه هقول بقى going ولا go ولا goes ولا went يذهب go ذهب went يذهب go ذهب went وده طبعا من الافعال الشاز تعالوا نحل number four my friends didn't احنا قلنا الفعل اما اخردي او شاز وتحفظي ولما بنفي انفي didn't ووراهم الفعل سادة فهو هنا قال لي my friends didn't didn't بقى فين الفعل السادة visited visit visits visiting طبعا visit my friends didn't visit me last monday احنا اصلا عرفنا الماضي من غير last احنا عرفنا didn't لان didn't النفي في الماضي يبقى وراها الفعل سادة visit يزور number five means sad يعني معناها ساد حزين happily يعني بسعادة happiness السعادة نفسها unhappy غير سعيد happier أسعد طبعا معنى sad يعني unhappy غير سعيد يعني حزين تعالوا بقى ندخل على unit 8 وبرضو الكلمات المهم sore throat التهاب في الحلق ear rack يعني ألم في الأزن ankle الكاحل بتاع القدم too thick ألم الأسنان shoulder كتف cuff كحة headache يعني صداع stomach kick ألم في المعدة glacier نهر جليدي glacier then test طبيب أسنان sun burn ضربة شمس heal يعني يشفي أو شفاء wand يعني جرح طبعا لو عايزين تشوفوا الدروس كلها بالتفصيل هتلاقوها تحت في صندوق الوصف في قيمة اسمها قيمة دروس الصف الخامس الترم التاني بالكامل treatment علاج treatment علاج treatment مريض patient patient pills حبوب أو دواء pills blind يعني أعمى trunk خرطوم الفيل trunk trunk flexible يعني مرن flexible tusk ناب الفيل tusk tusk يعني رمح spare corridor ممر corridor روب حبل relative قريب طب الأقارب بتاعت العيلة relatives relative قريب من العيلة crowded مزدحم crowded injection يعني حقنا injection تعالوا نشوف الكويز اللي على الكلمات number one بيقول there is you get a lot of smoke يعني دخان كثير which makes me والذي يجعل makes him عفوا والذي يجعله makes يعني يجعل makes him يعني يشفي cough يقح sell يبيع play يلعب طبعا طالما في smoke دخان كتير makes him cough يجعله يقح number two the doctor gave الدكتور gave أعطى الماضي بتاع give يعطي gave أعطى زي ما قلتلكوا الأفعال الشاسدة كلها تلاقوها على جروب التليجرام gave her أي أعطاها أي so she is getting better لذلك هي تحسنت أعطاها روب حبل sunburn احتراق شمس أو ضرب شمس corridor ممر injection حقنا طبعا أعطاها give her injection number three زنوقة well to read سوف يعالج to read يعني يعالج الأفعال دي مهمة أو يولد well to read my teeth الأيمين اللي هيعالج teeth أسناني vet طبيب بطري dentist طبيب أسنان engineer مهندس mechanic ميكانيكي طبعا الدنتس طبيب الأسنان number four my town البلد بتاعتي was كانت with people بالناس interested with people لا interested بيجي وراها دايما حرف الجر in نقول interested in مهتم بي crowded with مزدحم بي آه crowded with people البلد بتاعتي كانت مزدحمة بالناس annoyed يعني أزعجة bored أو مزعج bored يعني ممل تعالوا برضو نراجع على الجرامر بتاع unit eight دا كان grammar سهل جدا وبسيط بيكلم عن verb to have في الاسبات والنفي أنا عندي have وhas بتيجي مع المفرد أقول he has أو she has والمرض بتاعه شيء أو مثلا هنا he has a stomach kick هو عنده ألم في المعدة النفي بتاعه وده الأهم بننفي بdon't وبdoesn't doesn't مع المفرد وdon't مع I والجمع المهم بقى لازم تعرفوا ان doesn't وdon't بيجي وراهم have يعني ما قولش doesn't has لأ doesn't have لازم يجي وراهم الفعل في المصدر والسؤال بنبدأ بdo أو does بمعنى هل أول ما بدأ السؤال بdo أو does بمعنى هل والإجابة بتاعته لازم تكون yes أو no do أو does بمعنى هل ولازم نجاوب عليها بyes أو no وبردو do أو does يجي معهم have ما يجيش معهم has زي هنا do you have an eric هل عندك an eric ساعت هقول yes I do طب لو قل does she ه have or has does she have برضو لإن don't وdoesn't يجي معهم have do وdoes برضو يجي معهم have وكمان رجعنا على ال prefix البادئة اللي هي ir er اللي بتيجي وراء الصفة أو قبل الصفة اللي قولها حرف r زي responsible يعني مسؤول نقول irresponsible طب الصفة اللي قولها l نحط احنا قبليها l اللي l طب legal قانوني illegal غير قانوني الصفة اللي قولها m أو p بنحط لها احنا m قبليها طب زي كلمة possible طب impossible moral اخلاقي immoral غير اخلاقي تعالوا نحل الباب كويز ده وبعد كده ننتقل لالتست بتاع امتحان الشار the prefix gives the opposite of the word moral opposite يعني عكس opposite عكس عكس moral اولها m يبقى حط انا الفيكس immoral غير اخلاقي عربية جديدة طبعا انا املك اي ها بيجو ما ها طب هنا اي مرض لازم يجي قبلي ها او ها 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 لان you بياخد have do you have a stomach هل عندك المعدة number four he not a headache he having he have he has he is طبعا he has المفرد ياخد has i don't have don't have have انا مش عندي الام في الاسناء تعالوا بقى ننتقل على اختبار شهر فبرايل نموذج كده الليسنينج زي ما متعودين لازم نقرأه الاول ليه عشان لما ييجي التيتشر يقول لنا الليسنينج نبقى محضرين وعارفين الليسنينج بيتكلم عن ايه number one بيقول عمر is my classmate in my school عمر صديقي في المدرسة number two he likes to read books هو يحب ان يقرأ books in the house في المنزل number three he also likes to help his friends in the class هو ايضا بيحب يساعد اصدقاؤه في الفصل number four he never هو وعمره does his homework ما عمل واجبه هو لا يفعل واجبه انا كده عرفت ان القطع او listening بيتكلم عن عمر وهنشوف هو بيعمل ايه تعالوا بقى نسمع listening وانتو بتحلوا معي listening بيقول عمر is my classmate in my school he is clever هو shorter he works very hard هو يعمل بجد المفروض ان بيحب يقرأ books in the library في المكتبة he also likes to help his friends in the class he also likes to help his friends in the class he always does his homework he always does his homework the teachers think عمر is a wonderful student يعني طالب رؤى تعالوا باللسل يال عمر is my classmate in my school yes he likes to read books in the house no in the class in the library في المكتبة number three he also likes to help his friends in the class yes he never does his homework لا طبعا هو عمر هو على طول بيعمل ناخد بنا أولاد في الليسلنج دائما ممكن يقول لي don't isn't ويقول الجملة عشان انت ما تاخدش من النفي يعني خد بالك من النفي لأن النفي بتاع never أو isn't أو don't أو doesn't بقى بيدينا عكس المعنى فناخد فناخد قوي من الترك دي تعالوا نقرأ الليسلنج التاني هاني gets up early in the morning he gets ready for his school هو بيستعد للمدرسة he goes to school by bus he goes to bed at 9 pm تعالوا بقى نحل هاني gets up على طول احنا بقى بنسمع الميس ونكتب على طول he gets gets ready for school he goes to school by bus he goes to bed at 9 pm تعالوا بقى ننتقل لسؤال المات ancient Egyptians wanted to القدماء المصريين أرادوا أن يترى أرادوا أن إيه is cold seawater not kind to someone keep their homes cool in hot water with my brother at football practice last night أنا عرفة إن الشطار حلوها ancient Egyptians wanted to keep their homes cool number one number two unfriendly means unfriendly يعني مالوش صحاب يبقى is cold seawater ولا not kind to someone طبعا not kind يعني غير طيب مع الناس number three he hurt his ankle فكرين الدرس ده he hurt هو أصيب في كاحل القدم at football practice last night في تمرين قرة القدم الليلة الماضية امباح number four the water in oceans المية في المحيطات oceans is cold sea water ولا in hot water طبعا is cold sea water تسمى مية البحر لأن مياه البحار والمحيطات هي مية ملحة number four I share a room طبعا with my brother مع أخويا تعالوا ننتقل لسؤال reading نركز بقى في القطعة جدا القطعة بتقول my name is dalida طبعا كل القطعة عندكم في الدرس وقريتي شرحناها قبل كده احنا بنراجع ومراجع سريعة بنفقرك بالمنهج كل my name is dalida and I like blogging about different things انا دليدا وبحب ادون عن الاشياء المختلف this week هذا الاسبوع I am writing about unusual homes انا بكتب عن المنازل الغير عادية I found انا وجدت الماضي بتاع find found I found an unusual house بيت غير عادي in the netherlands online في بلد netherland online it's upside down انه بيت المقلوب it's actually في الواقع an old farm house هو منزل ريفي which people are changed to make it modern واللي الناس غيرتوا عشان تعملوا modern يعني new حديث this work is very well والبيد ده بيعمل كويس جدا because all the windows are at the top عشان كل شبابي كو في اعلى البنزل so you get a lot of light في شبابي كتير فبالتالي بتدخل ضوء كتير local people like it الناس المحلين او سكان القرية حبوه because it fits in very well جيدا with the local landscape بالمنظر الطبيعي which is farms حيث المزارع and fields والحقول it's also very ecological هو ايدا ecological يعني بيئي because عشان they use air water and sun بيستخدم الهواء والمية والشمس to heat and make energy عشان يسخن ويعمل طاقة for the house تعالوا بقى نحل القطع او الاسئلة اللعلي the unusual house المنزل الغير العادي ده it's upside ايه طبعا upside down number two the underlying word modern معناها ايه modern heavy light new old heavy يعني تقيل light خفيف new جديد و old قديم طبعا modern الحديث يعني new summarize يعني لخص السؤال ده لازم نحفظه قوي عشان بيجي كتير summarize يعني لخص the first paragraph in one sentence لخص الparagraph الاولاني في جملة واحدة اللي هو هناخد اول جملة اللي هي ايه دليدة likes دليدة هو هنا بيقول like طبعا دليدة likes عشان هي مفرد بنحط للفعل s likes blogging بتحب التدوين اللي هي اول سطر about different things عن اشياء مختلفة طيب تعالوا نشوف السؤال التاني why is the house ecological لماذا المنزل بي اخر سطر في القطع because they they use air water and sun to heat and make energy for the house تعالوا ننتقل على السؤال الترتيب my cousin us yesterday visit came to هنبدأ بي yesterday ونقول بقى الفاعل فين الفاعل yesterday mean my cousin لازم ابدأ الجملة فاعل عمل ايه my cousin عندي فعلين الفاعل لازم ييجي بعضه فاعل عندي visit يزور وcame اتى يا ترى اختار ايه طالما قال لي yesterday اختار الماضي هي visit دي ماضي ولا الماضي بتاعها visited يبقى على طول yesterday my cousin came اتى يبقى came to اتى لكي visit us لكي يزور نام عرفت انا كده بعد ما اقول الجملة ورتبها اقرأها عشان اعرف ازاي بحله ولا بعد ما اقرأها ترجمة هل الجملة دي صحيحة لان في ناس كتير جدا بتعمل الترجمة دي بتكتب ورا بعضه خلاص من غير ما تقرأ الجملة اصلا ولا الترجمة number two small big your house is or طبعا هبدأ is يعني هل فين الفاعل هل من هل small big ولا هل منزلك هل منزلك هل منزلك الحاجة بتاعتنا اي بقى هل منزلك there are زي ما انا بفرحكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة